طيب أذهب لك الصحفي الأستاذ عز الدين وأسألك من الذي أو من الذي يريد ترامب أن يتعامل معه وتريد هذه الإدارة أن تتعامل معه إذا كانت لا يعجبها محمود عباس والذي يراه قطاع عريض من الشعب الفلسطيني بأنه قد تنازل كثيرا ولا تعجبه كما يعلم الجميع لا تعجبه حركة حماس والحركات المسلحة من الذي يأمل ترامب في التعامل معه خاصة وأن البعض يراه بأنه لا يتعامل بدبلوماسية فيما تعلق بالقضية الفلسطينية أخوة بلا شك يريد الطرف فلسطيني يعني مستهد للتنازل عن كل شيء هو لا ينظر للقضية الفلسطينية كما أسلفت قبل قليل من منظور الوسيط النزيح بل من منظور الاحتلال الذي يريد تصفيد القضية الفلسطينية بكامل تفاصيلها وبالتالي هو يريد فلسطيني أو يريد مسؤول فلسطيني قادر على تقديم مزيد من التنازلات رغم كل التنازلات التي قدمتها السلطة الفلسطينية على مدال العقود الماضية هو يريد فلسطيني منزوع الدسم فلسطيني يطيع الأوامر فلسطيني يتخلى عن كل شيء نعلم جميعا أن الرئيس الفلسطيني راحل ياسر عرفات رحمه الله دفع ضريبة رفضه للضغط الأمريكي لما يتعلق معه في القدس الآن ربما السيناريو يتكرر مع الرئيس محمود عباس باختلاف الظروف طبعا فالإداءة الأمريكية ربما تريد تعزيز ومنضاعف تحل الضغط لدفع السلطة الفلسطينية على تقديم مزيد من التنازلات وإلا فالخيارات ربما في جعبة الإداءة الأمريكية واضحة بدفع بشخصيات فلسطينية ربما جديدة في الخفاء تدعمها أطراف عربية هنا وهناك قادرة على تقديم هذه التنازلات طب ما هي الخيارات أو البدائل لدى السلطة الفلسطينية خاصة عندما تحدثنا مع السفير الفلسطيني الدكتور فائد قال بأنهم يدرسون بدائل وخيارات تتعلق بإدخال شركاء بخلاف الولايات المتحدة خاصة يدرسون بدائل هل لدى السلطة الفلسطينية حقيقة أي بدائل حقيقية أو هناك شركاء في العالم يستطيعون أن يحلوا محل الولايات المتحدة في هذا المصار يعني قبل الحديث عن شركاء خارجين نقول بحاجة الحديث عن شركاء داخليين أنت كدولة أو ككيان سياسي معين كيف تواجه خصمك وأنت لا تمتلك جبهة داخلية موحدة أي دولة في العالم صديق الكريم عندما تتعرض لهجوم خارج من طرف معين أول شيء تفعله أن توحد جبهة الداخلية أو أن تمتن جبهة الداخلية الآن السلطة الفلسطينية لأسف خلال الفترة الماضية أضعفت نفسها وأفقت نفسها أوراق قوة كثيرة السيد محمود عباس لأسف بإصراره على انقسام فلسطيني وعلى عدم إتمام الوحدة الفلسطينية أضعف نفسه وأصبح خالي الوصول هو كيف يذهب إلى المؤسسات الدولية بانقسام فلسطيني بداخل فلسطيني مفتاة كيف سينظر له الحنفاء أو الأصدقاء في الخارج كممثل بالشعر الفلسطيني وهو أصلا عاجز حتى الآن عن إتمام الوحدة الفلسطينية بالتالي قبل الحديث أو قبل التساؤل عن شركاء في المجتمع الدولي أو في العالم يجب أن نسأل للسيد محمود عباس والسلطة الفلسطينية وحركة الفتح ماذا فعلتم في الداخل الفلسطيني هل أتمام الوحدة الفلسطينية هل أنتم قادرين على قيادة الشعب الفلسطيني بكافة شريحي وفصائل وانتماثي قبل أن تتوجهون إلى المحافلة الدولية برأي الخطوة التي أقدمت عليها السلطة اليوم بإعلانها ستود إلى المحكمة الجنائية الدولية وإتمام ومباشرة إجراءاتها في هذا هي خطوة بلا شك جيدة ومحترمة ومقدرة لكنها لم تكون ذات قيمة إذا واصلت السلطة الفلسطينية وحركة الفتح للأسف مسارها التفردي في قيادة الشعب الفلسطيني المطلوب من السلطة الفلسطيني الآن قبل كل شيء أن تتم الوحدة الآن هناك جولات مفاوضات ربما تبدأ خلال الأسبوع القادم في القاهرة على القدل الفلسطيني وفي مقدمة حدث الفتح أن يتنازلوا من أجل الوطن الفلسطيني من أجل قبية لإتمام هذه الوحدة وبالتالي يمكن الحديث حينها عن جبهة فلسطينية موحدة قادرة على مواجهة الولايات المتحدة والاحتلال وكل التهديدات التي تتعرضها القدل الفلسطيني برمتها